تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني تناول سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم